بسم الله الرحمن الرحيم من هو النبي الذي رآه صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في قبره إنه نبي الله موسى عليه السلام حيث يقول صلى الله عليه وسلم ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء وإذا موسى عليه السلام قائم يصلي في قبره وهذا إذا كان لموسى عليه السلام أثبت هذا الحديث أنه قائم يصلي في قبره فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك لجميع الأنبياء بقوله الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون وهذه الصلاة صلاة أو هذه الحياة التي يكون فيها صلاة بعد الموت لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى حيث إنهم في حياة برزخية أي حياة فاصلة بين الدنيا وبين الآخرة هذه الحياة أعلى من الحياة التي نعن فيها ولكن لا يعلم حقيقتها إلا الله فإن الإنسان منا بمجرد وفاته أصبح يشاهد أمورا أعلى وأقوى من الأمور التي كان يشاهدها في هذه الحياة فالآن لا نستطيع رؤية الجنة ولا النار ولا نستطيع رؤية ربنا سبحانه وتعالى ولا الملائكة ولا غيرها لكن بمجرد الوفاة يقول الله للمتوفى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد وهذه الصلاة التي يصلها الأنبياء ليست صلاة تكليفية إنما هي صلاة تنعم وتلذذ فإنهم عاشوا على الصلاة والأرض لا تأكل أبدانهم ومع أن أرواحهم في السماء لكن لها تعلق بأبدانهم في الأرض التي لا يأكلها التراب أو لا تأكلها الأرض فصارت هذه الأرواح متعلقة بهذه الأجساد وصاروا يتعبدون لله سبحانه وتعالى وكما يقول صلى الله عليه وسلم يبعث الميت على ما مات عليه يوم القيامة فهم أحبوا الصلاة والله سبحانه وتعالى أكرمهم بها وقد ثابت ذلك كما ذكر لثابت البناني رحمه الله أنه أحب الصلاة فرآه أحد من يلحدونه أنه قائم يصلي في قبره وهكذا فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون وخص موسى عليه السلام لما له من الفضل لأنه من أولي العزم من الرسل ويقول صلى الله عليه وسلم فلو كنت هناك لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر وفي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد أخفى قبر موسى عليه السلام قال الإمام القرطبي رحمه الله لألا يتخذ قبره معبدا أي لألا يعبد الناس قبرة لما له من الفضل فأخفى الله سبحانه وتعالى قبره لحكمة يعلمها هو فبذلك نثبت أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ولكن كيف تكون هذه الحياة إنها حياة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فإذا كان الله قد أثبت الحياة للشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وفي آية أخرى بل أحياء ولكن لا تشعرون فإن الأنبياء أفضل وأعلى وأكمل من الشهداء فتثبت لهم الحياة من باب أولى أسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته